موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نتابع فيها أبرز ما قالته الصحف والمواقع الأخبارية لهذا اليوم والبداية من موقع الموقع بوست والذي أورد تصريحا لرئيس لجنة التدريب والتأهيل في نقابة الصحفين اليمنيين نبيل الأسيدي حيث اتهم فيه النائب العام المعين من قبل ميليشيا الحوثي بفبركة تقرير مخادع وكاذب ينفي تعرض الصحفين المختطفين للتعذيب طيلة فترة بقائهم في سجن الأمن السياسي وقال الأسيدي للموقع بوست إذا كانت سلطة الأمر الواقع واثقة من بيان النيابة فلتسمح لنقابة الصحفين والمنظمات الدولية بزيارة الزملاء المختطفين وتابع رئيس لجنة التدريب والتأهيل في النقابة قائلا نطالب بإشراك النقابة ومندوب عن الاتحاد الدولي للصحفين ومندوب من الصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقيق الإنسان لزيارة الزملاء المختطفين لأتحقق من صحتهم ونذهب إلى أهم الأخبار التي وردت في موقع المصدر أونلاين خارجية الحوثيين تتخاطب مع السفارة في روسيا للتحرك بشأن طالب اعتقل بتهمة تهريب قات حيث وجهت وزارة خارجية الانقلابين في صنعاء مذكرة إلى القائم بأعمال السفير اليمني في روسيا تطالبه بالتحرك لمتابعة قضية الطالب المحتجز هناك بتهمة تهريب القات وكان طالب يمني يدرس في روسيا قد تعرض للاحتجاز من قبل الشرطة الروسية بعد أن ضبطت أو ضبط في شقته كمية بسيطة من نبتة القات المجففة والتي صنفتها الحكومة الروسية كواحدة من أصناف المخدرات ويتضمن القانون الروسي عقوبات بالسجن تصل مدتها إلى عشرين عاما لمن يتم ضبطه متلبسا بتهريب وترويج وتناول مادة القات موقع الاشتراك نت قال في صفحته الرئيسية أحد نزلاء السجن المركزي بصنعه يقدم على الانتحار شنقا وقالت مصادر مطلعة في السجن المركزي للاشتراك نت أن أحد نزلاء السجن يدعى وسيم شجاع عمره خمس وعشرين عاما متهم بقضية قتل أقدم على الانتحار في ساعة متأخرة من مساء الخميس عن طريق شنق نفسه بواسطة حبل وقالت المصادر أن السجين كان يعاني من حالة نفسية مضطربة حيث كان قد أودع في إحدى المصاحات النفسية من قبل وتم إعادته للسجن بعد فترة قصيرة أستاذ الفلسفة بجامعة صنعاء الدكتور جميل عون طر لترك التدريس في الجامعة والعمل في أحد معامل الطوب من أجل توفير لقمة العيش لأطفاله فقد تحدثت عنه العديد من المواقع والصحف ويكتب عنه اليوم محمد جميح في موقع الوحدة وينت المشكلة أنه بعد يومين من العمل في مصنع الطوب تم تسريح عون من وظيفته الجديدة بسبب قلة الطلب على المنتج الذي امتهن العمل فيه حديثا نظرا لتوقف البناء يا حكام صنعاء الجدد كونوا ما شئتم حوثيين أنصار الله لجانا شعبية أو ثورية تمذهبوا بما أردتم ارفعوا صور من شئتم وشعار من أردتم لكن أن يصل الحال بأستاذ جامعي إلى أن يعمل في مصنع للإسمنت ومع ذلك يفصل بعد يومين أن يصل الأمر بالأستاذ إلى أن يبيع القات فهذه إدانة كاملة لعصركم عصر الشعارات والصرخات والأدلوجيات والفساد والنهب وقلة العقل والدين ستقولون العدوان والحصار هما السبب وسنوافق على ذلك لماذا إذن لا يتساوى الناس في أثار هذا العدوان؟ ولماذا تعج الأسواق بكل شيء يكذب رواياتكم عن الحصار؟ لماذا بنى الكثير منكم العمارات واشتروا الأراضي والعقارات؟ وأسسوا الشركات الغازية والنفطية وفتحوا فرعا لهذه الشركات في عواصم عربية وعالمية؟ لو كان الأمر بسبب الحصار كما تقول لما كانت الأسواق تعج بأنواع السلعي من كل العالم المشكلة ليست في انعدام البضائح المشكلة في انعدام المرتبات وانعدام الضمير إلى موقع مسند والذي صلت الضوء حول واحدة من القضايا المهمة وهي التعليم وعنوان الموقع ميليشيا الحوثي مجددا تحوث التعليم بالقوة ويقول الموقع ميليشيات الحوثي أقدمت على تسريح عدد من المدرسين الأساسيين بمدرسة حكومية بعمران وعينت مكانهم مدرسين آخرين مؤالين لها مع أنهم أقل كفاءة وينقل الموقع ما قاله مركز المستقبل الإعلامي بعمران من أن الميليشيا في مديرية المدان قامت باستبدال المدرسين الأساسيين بمدرسة أركان الثانوية بمنطقة ذو جمعان بمدرسين آخرين من عناصرها لا يحملون أي مؤهلات وكانت الميليشيات وفق الموقع قد أغلقت مطلع الأسبوع الماضي المدرسة وهددت مدرسيها بالطرد على خلفية رفضهم تنفيذ أنشطة مدرسية طائفية حاولت فرضها عليهم بالقوة موقع المشاهد في صفحتها الرئيسية عنوان اختطاف رئيس جمعية الأقصى بذمار والمصير مجهول حتى اللحظة وقال شهود عيان للمراسل المشاهد بذمار أن أفراد يتبعون أحد القادة الحوثيين في المدينة اختطفوا رفاد أبو شايع قبيل عصر السبت من أمام محطة الأزرق أثناء عودته إلى منزله ويقول الموقع هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها بل سبق وأن تم تكرار السيناريو بحق عدد من أبناء المحافظة ضمن سلسلة اعتقالات متتالية ينفذها مقاتل الحوثي وقوات الرئيس السابق صالح بذمار ونقرأ من موقع عدن تايم الذي تابع عددا من الموضوعات منها في عدن طلاب يعزفون الموسيقى في فصول خالية من الدراسة وقال الموقع تبدو معظم فصول معهد جميل غانب للفنون الجميلة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن خالية تماما من الطلاب إلا ثلاثة منهم يعزفون مقطوعة فنية من أغنية الفنان اليمني الراحل محمد سعد عبد الله خلف الجدران وتابع الموقع لم يعد ثاني أقدم المعاهد على مستوى الجزيرة العربية الكائن في مدينة كريتر العتيقة بعدا قابلا أو قبلة للطلاب المحبين للموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية كما كان سابقا بل بات يشهد حالة عزوف غير مسبوقة حيث بلغ عدد الملتحقين بالمعهد 11 طالبا فقط عبد السلام عامر مدير معهد جميل غانب للفنون الجميلة أرجع أسباب عزوف الدارسين إلى الغاء وزارة التربية والتعليم المواد الفنية في العملية التعليمية في كافة المراحل إضافة إلى إسهام وزارة الثقافة والتخطيط والخدمة المدنية في خلق هذه المشكلة حيث باتت مخرجات المعهد بلا مستقبل إلى موقع الوحدة وينت والذي تابع حصول طلاب اليمنيين المبتعثين إلى الخارج على حقوقهم وعنوان الموقع السفارة اليمنية ببرلين تصرف مستحقات الطلاب للربع الأول من عام 2017 وقال الموقع أن ألمانيا كانت قد تكفلت بدفع المستحقات المالية للطلاب اليمنيين للربع الأخير من 2016 وبمبلغ إجمال مليون ومائتين وثلاثين ألف دولار بسبب عدم قدرة الحكومة اليمنية أنذاك من صرف المبلغ للطلاب ووفقا للموقع فهذا هو ما ساعد الحكومة اليمنية الشرعية على دفع مستحقات الرعب الأول من عام 2017 إلى قراءة أحد العنوين التي وردت في موقع يمن مونتور والذي قال بدء صرف مرتبات الجيش والأمن في سقطرة جنوبي اليمن وقال وزير الثروة السمكية رئيس لجنة صرف المرتبات في المنطقة العسكرية الثانية فهد كفاين إن عملية صرف المرتبات تسير بسلاسة في كل من المهرة وسقطرة مضيفا أن هناك ثلاث لجان فرعية في أرخبيل سقطرة بدأت منذ بطل هذا الأسبوع وسيستلم كل الأفراد والضباط حقوقهم وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحفة العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مرحبا بكم من جديد تابعت صحيفة الخليج المعارك التي خاضها الجيش الوطني المسنود بالمقاومة في تعز وعنوانة الصحيفة سيطرة نارية للجيش والمقاومة على التشريفات بتعز أكدت مصادر ميدانية أن أجزاء واسعة من معسكر التشريفات باتت تحت السيطرة النارية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتتابع الخليج يواصل الجيش الوطني ومعه المقاومة التقدم في الجبهة الشرقية بتعز حيث نجح في إحكام السيطرة على مدرسة صلاح الدين ومصنع البلاستيك وهي مواقع ملاصقة لمعسكر التشريفات الذي تتحصن فيه ميليشيات الحوثي وصالح إلى لجوء الميليشيا لتجنيد الأطفال حيث قالت صحيفة العرب الجديد إنها ظاهرة أو ظاهرة أو ظاهرة تجنيد الأطفال تنتشر في كل مناطق اليمن وتسعى مختلف الجماعات المسلحة الموجودة حاليا إلى استقطاب الأطفال الذين ينجذبون بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتتابع الصحيفة هؤلاء يعودون إلى مناطقهم وقد تغيروا وباتوا أكثر عنفا بسبب الصدمات التي تعرضوا إليها وتؤكد باحثة اجتماعية تتحدث للعرب الجديد الحرب في اليمن أغلقت جميع الأبواب أمام الشباب وأصبحوا لا يجدون أي فرصة عمل وكنديجة شعروا بالإحباط ما دفعهم للانضمام إلى الأطراف المتحاربة مقابل الحصول على المال تحدثت صحيفة إماراتية عن الوضع الأمني في محافظة الجوف وقالت صحيفة الاتحاد أن الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف بدأت بتنفيذ خطة انتشار واسعة واتخاذ إجراءات مشددة وقال مصدر أمني في المحافظة إن عملية الانتشار والإجراءات الأمنية المشددة تأتي في إطار خطة عامة تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار ومنع الاختلالات الأمنية في مختلف مديريات المحافظة وأضاف تم نصب عدد من النقاط الأمنية في مداخل المدينة فتضحيات التي قدمتها قوات الشرعية في سبيل مشروع الدولة لن تذهب هدرا مشاريع ثلاثة حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى أوصلتها إلى الحرب ووفقا للسياسي المعروف ياسين سعيد نعمان فهي مشاريع لا يمكن أن تعود وقال ياسين في جزء من هذا المقال المشروع الأول الميراث على قاعدة سلالية في نموذج للحكم غلب عليه الاستبداد العنصري ومشروع التوريث نموذج جمهوري مشوه مستبد وفاسد والثالث مشروع الإقصاء المستند على دوغما الامتلاك الحقيقة بمعايير تسلطية قاطعة لدى الحاكم في التعامل مع الآخر بأدوات القمع الأدلوجي المأزق الذي وصلت إليه أوضاع البلاد يضع أمام القوى الوطنية مسؤولية الانتقال من التفاصيل في قراءة المشهد إلى الكليات التي تتعلق بمستقبل الدولة وتقول هذه الكليات أن الثلاثة المشاريع التي جرت البلاد إلى الحرب والخراب لا يمكن أن تكون أي منها فرادة أو مجتمعة أو ما قد يتفرع عنها من صيغ كالصيغة الطائفية أساسا للحل إن حركة القوانين الموضوعية تتجه رغم كل العراقيل نحو خيار الدولة المواطنة ما يعني أن تجاهل هذه الحقيقة إنما هو إصرار على موصلة التدمير والخراب لبلاد منهكة وأي محاولات لتركيب حلول انتقائية بتسوية لا تحسب حساب الحاجة الفعلية لاستقرار البلاد ومعها مغادرة الحروب والصراعات فإنها لن تكون سوى بؤر موليدة للصراعات والحروب لانقسامات المستمرة وعدم الاستقرار إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت في إحدى صفحاتها وزارة يمنية تسعى لتصحيح معلومات مضللة نشرتها منظمات دولية وقالت الصحيفة إن وزير حقوق الإنسان اليمني عزدين الأصبحي كشف عن تحرك تقوده وزارته لتصحيح معلومات منظمات دولية قال إنها مارست تضليلا للحقائق وأضاف الأصبحي نقل مقرات كل المنظمات الإنسانية التي تعمل من العاصمة صنعاء للعاصمة المؤقتة عدن من شأنه إكساب تلك الممثليات مصداقية وحيادية واستتباب للأمن ما سيثمر عملا حقيقيا مستندا على حقائق ميدانية ودع الأصبحي في تصريح لأشرق الأوسط إلى ممارسة ضغط أكبر من خلال العمل الدبلوماسي كي يفعل القرار القاضي بنقل أعمال تلك المنظمات إلى عدن فمن غير المنطقي أن تعمل تلك الهيئات خارج عاصمة البلاد المؤقتة من بين الأخبار المتداولة على نطاق واسع ما جاء في صحيفة القدس العربي والتي عنونت وزير الداخلية الألماني يطالب بتسريع ترحيل طالب اللجوء المرفوضين من دول المغرب وفي تصريحات لصحيفة بيلد أم زونتاج الألمانية نقلتها القدس قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أنغلا ميركل إذا تم تصنيف دول المغرب على أنها أوطان آمنة فإن إجراءات نظر طلبات اللجوء لتونسيين ستسير بشكل أسرع وأسهل مما هي عليه الآن وتنتشر شجرات أو شجرات الميلاد المزينة والمضاءة حول العالم في هذه الفترة من السنة حيث يحرص المحتفلون بعيد الميلاد ورأس السنة على تزيين منازلهم بتلك الشجيرات التي تنصب في ساحات المدن والأماكن العامة والمباني الرسمية مشاهد صور مختلفة وردت في العربي الجديد ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتور إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر